موسيقى النشرة الرئيسية نقدمها من الجزائر الدولية وتتابعون في عناوينها ثمانية شهداء على الأقل في قصف صهيوني عنيف على منازل شمال شرق رفح قوة الاحتلال تواصل اقتحام مجمع الشفاء الطبي وحصاره وقصف محيطه وتدفع فضائعه داخل المجمع مئات الفلسطينيين للنزوح جنوبا موسيقى عقب تداول مقطع فيديو لاستهداف مسيرة صهيونية فلسطينيين في خان يونس الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يؤكد أن قوات الاحتلال تستبيح بشكل مروع أرواح سكان مدينة غزة وتمارس القتل المتعمد بحق المدنيين العزل بصورة وحشية انتقامية الفيتو الروسي والصيني يسقطان مشروع القرار الأمريكي لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة الجزائر تصوت ضد مشروع القرار وتجدد قلقها إزاء العملية العسكرية الصهيونية المحتملة في رفح وروسيا تقول إن المشروع لا يدعو إلى وقف إطلاق النار ويحرر اليد الصهيونية لارتكاب مزيد من المجازر في غزة إصابة سبعة جنود صهيين في عملية إطلاق نار بقرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية حماس تعتبر العملية إفشالا لكل محاولات إخماد المقاومة في الضفة الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن قرارات حكومة الاحتلال المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع وفي النشر عشرات القتلى في إطلاق نار وانفجار في قاعة حفلات قرب العاصمة الروسية موسكو واتفاق أوروبي على منح كييف أرباح الأصول الروسية المجمدة الكريم لن يحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب وخيمة في حال فرض رسوم على الحبوب واستخدام الأصول الروسية المجمدة موسيقى مرحبا أهلا وسهلا بكم نلقاكم بعد الفاصل موسيقى 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 استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر الجمعة في قصف لطائرة الاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقالت مصادر محلية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا على رؤوس ساكينية في بلدة نصر شمال الشرق المدينة ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين ضمنهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء وإصابة آخرين بجروح حالة عدد منهم حرجة موسيقى 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 ده الله عزيزي سبعمائة تلاتمائة أربعمائة شهيد يومي لما تتفرجوا علينا لما تتفرجوا علينا يا عرب على إيش هذا وتواصل قوة الاحتلال الصهيوني اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة وحصاره وتنتشر عشرات الدبابات والآليات العسكرية في محيطه وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال واصر حصاره للمجمع لليوم الخامس على التوالي فيما ينفذ الطيران الحربي قصفا عنيفا على المباني السكنية بالمنطقة هذا وتتعالى نداءات ومناشدات عائلات المرضى والجرحى في مجمع الشفاء لنقلهم إلى مكان آمن أجبرت قوة الاحتلال النازحين داخل مستشفى الشفاء والسكان في منطقة حي الرمال غربي غزة على النزح إلى جنوب القطاع وعبر مئات الفلسطينيين ومنهم نساء وأطفال شارع الرشيد الساحلي أثناء توجههم إلى المنطقة الوسطى حميلين معهم فضائع عاشوها داخل المجمع هائمون على وجههم بعد أن رحلوا قصرا من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة شمالية القطاع نازحون غالبيتهم نساء وأطفال أجبرتهم قوات الاحتلال الصهيوني على سلك طريق الرشيد الساحلي للوصول إلى المنطقة الوسطى بحثا عن ملامح أمن أعتقدوا بوجودها داخل المجمع الذي عاث فيه الاحتلال فسادا قبل أشهر وعاد لاقتحامه وحصاره مجددا منذ نحو أسبوع يقول من عاشوا جزءا من وحشيات الاحتلال إنهم حصروا وروعوا ونكل بهم ثلاثة أيام في مجمع الشفاء قبل أن يقدم على تفجير المبنى التخصصي في المجمع وإحراق مباني مجاورة ما تفجأنا فيهم إن الساعة انتين بالليل قصف وخبط والأطفال ارتعبت ويعني إيش أحكي لك أكتر ظلنا للصبح ممنوع حد ينزل ممنوع حد يطلع صاروا ينادوا بالمايكروفونات تحت إنه الشباب كلها تجاهز حالها قسم الطوارئ يجاهز حاله الساحة بالجرفات بالدبابات كلها ألبوها ألب عملية اقتحام مجمع الشفاء تسببت منذ فجر الاثنين في اندلاع حرائق واسعة واستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين منهم نساء وأطفال كانوا قد نزحوا إلى المستشفى أكثر من سبعة آلاف مريض ونازح نفذ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم كما احتجز التواقم الطبية وهو ما قالت منظمة الصحة العالمية إنه تعريض لحياتهم لا الخطر نحن قلقون بشأن العمليات العسكرية داخل مستشفى الشفاء وفي محيطه بمدينة غزة أصبح الوصول إلى المستشفى مستحيلا الآن وهناك تقارير عن اعتقال واحتجاز الأطقم الطبية بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بدء حرب الإبادة في غزة تقول الأمم المتحدة إن أقل من ثلث المستشفيات في القطاع يعمل حاليا وبشكل جزئي فقط بينما تضررت 155 منشاءة صحية منذ السابع من أكتوبر الماضي منها ما اتخذه آلاف النازحين مأوى لهم قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن إسرائيل تستبيح بشكل مروع أرواح الفلسطينيين في مدينة غزة محذرا من استمرار الاحتلال في محاولات إفراغ المدينة والشمال من السكان وتهجيرهم قصرا نحو الجنوب وأكد الأورو متوسطي في بيان له توثيق إفادات صادمة عن سلسلة جرائم ارتكبتها قوة الاحتلال خلال الساعة الأخيرة فقط تشمل عمليات تقتيل وإعدام وقصف مكثف كما تضم أيضا تعرية مدنيين واستخدامهم كدروع بشرية واعتقالهم والتنكيل بهم أثناء اقتحام منازلهم المرصد أضاف أن قوة الاحتلال شنت عمليات تنكيل وتعذيب شديد بحق مرضى وجرح يعالجون داخل مجمع الشفاء الطبي وثقنا إفادات صادمة عن سلسلة جرائم ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تشمل عمليات قتل عمدي وإعدام وقطع الاتصالات وقصف مكثف استهدف المناطق السكنية والمنازل شملت الاعتداءات كذلك تعريات مدنيين واستخدامهم كدروع بشرية واقتحام المنازل السكنية وشن حملات اعتقال من داخلها وتنكيلا بسكان نتلقى مناشدات بشأن عمليات تنكيل وتعذيب شديد يتعرض لها مرضى وجرح كانوا يرقدون للعلاج داخل مجمع الشفاء بمحاصرتهم وإبقائهم دون علاج أو طعام وجرهم على الأرض وإبقائهم مستلقين أمام الذبابات من دون أن يتضح مصيرهم بعد قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة إن مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة أظهر حجم بشاعة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد فلسطينيين عزل في غزة المكتب أعرب عن استنكاره وإدانته البالغة لهذه الجريمة التي قصفت خلالها قوة الاحتلال أربعة شبان المدنيين بالطائرات وقاتلتهم بصورة انتقامية وحولتهم إلى أشلاء متناثرة على حد وصفه المكتب الاعلامي الحكومي في غزة أكد أن هذه المشاهد تظهر حجم الأزمة العميقة التي يمر بها الاحتلال بإقدامه على القتل بهذه الوحشية مطالبا العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق إن مشاهد القتل المتعمد للمدنيين الأبرياء في غزة من قبل جيش الاحتلال تمثل جريمة حرب قذرة الرشق أكد في تصريح له أن هذه الجريمة تؤكد مجدداً من أن جيش الاحتلال هو عصابة من القتل المتعطشين للدماء على حد وصفه هذه الجريمة تؤكد أن جيش الاحتلال جيش بلا أخلاق ولا أي قيام إنسانية ومنفلت من كل القوانين والأعراف لابد من إضافة هذه الجريمة إلى ملف محاكمة الاحتلال في محكمة العدل الدولية على جرائم الإبادة والتطهير العرقي إن السلاح الذي قتل به المواطنون الأبرياء هو سلاح أمريكي وهذا يجعل بايدن والإدارة الأمريكية شركاء في هذه الجرائم ويتحملون المسؤولية الكاملة عنها ولا بد من ملاحقتهم كمجرم حرب طالب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة المجتمع الدولي والمنظمة الدولية للحماية المدنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية في قطاع غزة المتحدث ذاته دعا إلى التدخل لدى الاحتلال للسماح بالتنسيق الكامل من أجل إتاحة العمل لتواقم الدفاع المدني في المناطق الخطيرة وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة في تصريحه أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكلفة بالتنسيق في الحروب والنزاعات وأنه آن الأوان لهذه اللجنة وللجهات المختصة بالنزاعات أن تقف عند مسؤولياتها لوقف الدم النازف من أبناء الشعب الفلسطيني أخفق مجلس الأمن الدولي مجددا في تمرير مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومؤقت في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو وسوتت ثلاث دول ضد مشروع القرار الأمريكي فيما أيده أحد عشر عضوا للإشارة فإن مشروع القرار الأمريكي يدعو لهدنة تستمر لمدة ستة أسابيع فقط عكس المطالب الدولية والأممية الداعية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة صوتت الجزائر ضد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار طرأ أو طرح للتصويت الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي وفي كلمة له قال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن مشروع القرار الأمريكي لا يرقى إلى مستوى الأولويات التي وضعتها المجموعة العربية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني بن جامع أكد أن النص المقدم للتصويت يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين ولا يوفر الضمانات اللازمة لمنع تصعيد العنف من المؤسف أن مشروع القرار لا يرقى إلى مستوى توقعاتنا فهو يفشل في معالجة القضايا الرئيسية والمعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل مناسب النص المقدم اليوم لا ينقل رسالة واضحة للسلام فهو يسمح ضمنيا باستمرار وقوع خسائر في صفوف المدنيين ويفتقر إلى الضمانات اللازمة لمنع المزيد من التصعيد إنه ترخيص مجاني لمواصلة قتل الفلسطينيين الأبرياء رغم دعم الجهود الموازية لإنهاء إراقة الدماء فإن هذا لا ينبغي أن يمنع المجلس من المطالبة بوقف إطلاق النار لتخفيف معاناة الفلسطينيين إن واجب مجلس الأمن هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وينبغي تمكينه من فرض وقف إطلاق النار مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة شدد على أن التركيز على التدابير الرامية إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين يعني الترخيص باستمرار إراقة الدماء معربا عن قلق بلاده إزاء العملية العسكرية الصهيونية المحتملة في رفح إن التركيز على التدابير الرامية إلى الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين نتيجة للعمليات الجارية والمستقبلية يعني الترخيص باستمرار إراقة الدماء يساورنا القلق بشكل خاص إزاء العملية العسكرية المحتملة في رفح حيث يوجد النظام الإنساني الأساسي مثل هذه العملية ستكون لها عواقب مدمرة كما حذر مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع من تضاعف تفاقم الوضع الإنساني بسبب أي قرار يقوض مهمة الأنروة التي تعد حسبه أداة للاستقرار الإقليمي تلعب الأنروة دورا حيويا في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين ليس فقط في فلسطين بل أيضا في الأردن ولبنان وسوريا إنها آدات للاستقرار الإقليمي وأي قرار يقوض مهمة الأنروة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المترد أساسا إن استمرار عمل الأنروة يعد أمرا ضروريا حتى يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم كما ينص على ذلك القانون الدولي مندوب روسيا الدأم لدى الأمم المتحدة فاصيلين بنزا قال إن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار مشيرا خلال جلسة التصويت على مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن أن المفاوضات التي شارك فيها الأمريكيون بشأن غزة كانت موجهة للمواطة أو للمماطلة فقط وفق تعبيره فاصيلين بنزيا شدد على أن اعتماد القرار الأمريكي كان سيغلق النقاش بشأن الوضع في غزة وسيطلق يدى إسرائيل هناك هذا كان من شأنه أن يغلق الباب نهائيا أمام النقاش بشأن الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وهذا من شأنه كذلك أن يحرر أيدي إسرائيل وسيؤدي إلى تعريض سكان غزة بأكملها إلى مزيد من التدمير والخراب والتهجير لن ندعى واشنطن تقودنا بما يناسبها ويناسب أقمارها الصناعية تتزايد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحجم القلق من كارثة إنسانية أخرى في غزة وهي التي تصر على اجتياح رفح عسكريا خطوة حذرت واشنطن ودول غربية من تداعياتها المدمرة المحتملة على مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين المحتشدين هناك لم يعد هناك ما يبرر أفعال الإبادة في غزة بنظر الغرب الحليف وهو الذي أسند مواقفه سابقا إلى السردية الصهيونية قبل أن يعيى مجبرا فضعت الجرائم المرتكبات في غزة بحق الأبرياء محاولة الاستدراك تبدو جلية في المواقف الغربية الضاغطة على سياسة الاحتلال المصمم على اجتياح رفح عسكريا الأمر الذي تتمسك به واشنطن باعتباره خطأ جسيما محذرة مجددا من تبعاته ومستبقة إياه باجتماع تحتضنه لحث حكومة الكيان على عدم المجازفة بذلك بما يتعلق برفح مرة أخرى كنا واضحين للغاية والرئيس بايدن كان واضحا للغاية بأن القيامة بعملية برية كبيرة في رفح سيكون خطأا وأمرا لا يمكننا دعمه لا يوجد مكان للعديد من المدنيين المحتشدين في رفح وبالنسبة لأولئك الذين سيبقون لا محالة سيكون ذلك بمثابة كارثة إنسانية وهذا أيضا خيار خاطئ وأحد الأسباب التي تجعل نظراءنا من الحكومة الإسرائيلية يأتون إلى واشنطن الأسبوع المقبل هو التركيز على ذلك تحديدا لمشاركتهم آراءنا حول الإجراءات البديلة التي يمكن أن يتم التعامل بها مع الأمر ولكن بطريقة لا تسبب المزيد من الضرر للمدنيين بحجم الكارثة الإنسانية المحتملة في رفح حيث مئات الآلاف من الفلسطينيين المحتشدين يزداد قلق أستراليا وبريطانيا من خطوة الاحتلال الإسرائيلي نظرا للعدد الكبير من النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة وعدم وجود أماكن آمنة في غزة عبر الجانبان عن قلقهم البالغ إزاء العواقب المدمرة المحتملة على السكان المدنيين نتيجة لشن عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في رفح على سبيل منع الإبادة في غزة بلغ يقين الاتحاد الأوروبي ضمن بيان مشترك إلى ضرورة درء محاولة الاجتياح العسكري لرفح مع وجوب توصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع صياغ القلق والتحذير ورفض النهج الصهيوني في غزة لازمت المواقف الرسمية الغربية بينما يتمسك رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو بشن هجمات موسعة على رفح دلت حسب محللين على تخبط الكيان في فشله الميداني باحثا عن طيف انتصار وسط أشلاء الأبرياء شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فندرلاين على الحاجة الملحة لهدنة إنسانية تسفر عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة وقالت فندرلاين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في بروكسل إن غزة على حافة المجاعة وتعاني وضعا إنسانيا كثيرا أو كارثيا حسب تعبيرها مشيرة إلى أن المجلس الأوروبي وافق بالإجماع على التدابير اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق الإجماع الذي تم التواصل إليه هو أننا بحاجة إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار غزة على حافة المجاعة وهي حالة إنسانية كارثية ولابد من وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى غزة عبر جميع الطرق يعاني المرضى بمستشفيات قطاع غزة من سوء التغذية جراء استمرار حرب الإبادة الصهيونية التي دخلت شهرها السادس وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي القطاع ومعظم ضحاياها من الأطفال الجوع ينشب مخالبه في غزة تحت القصف هدم أجساد البراءة وقهرها حولها إلى هيكل عظمية منهارة لا تقوى حتى على الحركة انتهى بها المطاف إلى الموت وأي موت أصعب من الموت البطيء فهذا عنده مرض اسمه سيستيك فيبروزز القاف على الرئة هذا المرض طبعا يعني بيحتاج لعناية في الحليب في العلاج في الغزة وإحنا في الحرب إنه خمس شهور كل إشي مقطوع لنا الناجي من الموت قصفا ينتظره الجوع والمرض وأطفال غزة الأكثر تضررا لا ماء ولا طعام ولا دواء فغريزة الاحتلال الدموية قطعت كل شرايين الحياة على أهالي غزة تعبوا أولادنا الأولاد بقفوا من طولهم بدوخوا يعني لا في بيض لا في بروتين لا في لحوم لا في أسماك لا في خضرة حرب همجية تختلف عما سبقتها من حروب شنها الاحتلال على غزة بل تبدو أكثر وحشية بقصف المستشفيات التي خرج معظمها عن الخدمة وبات أطفال الكطاع تحت سطوة المرض والمجاعة والقصف مما يعاني منه شمال كطاع غزة وخصوصا المنظومة الصحية في شمال كطاع غزة النقص الغذائي وهذا يؤثر على صحة المرضى وصحة أهالي المرضى نقص الغذاء وقل التوفر عن أنواع معينة من الغذاء تؤثر على المرضين في عدم التئام الجروح لدى المرضى غزة تشهد أسوأ مستويات سوء التغذية وضع مأساوي قاتم يعاني منه خصوصا الأطفال في المستشفيات فمن لم يقتله رصاص الاحتلال يتربص به الموت جوعا شهدت هذه المستشفيات خلال الأسبوعين الماضية عددا كبيرا من حالات سوء التغذية الحاد مع مضاعفات أخرى للأسف رأيت بنفسي ستة أطفال يعانون من سوء التغذية الحاد بالتجوية تكتمل أركان الإبادة التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين ومعظمهم من الأطفال في القطاع الذي بات يعاني اليوم من كارثة إنسانية كبرى بفعل آلة الحرب المتواصلة قالت وسائل إعلام عبرية إن سبعة جنود على الأقل أصيبوا بجروح إثنان منهم في حالة خطيرة ضمن عملية إطلاق نار بقرية كفر نعم غربي رام الله واستهدف مقاومون صباح الجمعة حافلة للمستوطنين بعملية إطلاق نار بين بلدتي كفر نعمة ودير بزي غرب رام الله واستضفة الغربية ليعلن جيش الاحتلال حالة التأخب القصوى والدفع بقوته إلى منطقة غرب رام الله مع تحليق مكثف للطيران المروحي كما شهدت عدة مروحيات في مكان العملية يرجح أنها نقلت جرحة استشهد شاب فلسطيني صباح الجمعة قرب قرية دير بزيغ غرب رام الله وأفادت مصادر محلية بأن الشاب استشهد بعد عملية مطاردة نفذتها قوة الاحتلال الإسرائيلي شاركت فيها طائرة مروحية وأخرى مسيرة وذلك في منطقة تقع بين قريتي دير بزيغ وكفر نعمة ودعت وسائل إعلام عبرية أن اشتباكا مسلحا جرى بين الشاب وقوة من جيش الاحتلال بين دير بزيغ وكفر نعمة استمر أربع ساعات متواصلة أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين مشيرة إلى أن ذلك جرى بعد أن أطلق الشاب النار صوب حافلة للمستوطنين في المنطقة هذا وباركت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس عملية إطلاق النار صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك مع قوة الاحتلال غرب رام الله الحركة في بيان لها الجمعة أكدت على أن العملية رد طبيعي على استمرار الجرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة وتواصله اعتداءات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ونعت حركة حماس الشهيد مجاهد بركات منصور من قرية دير بزيغ قضاء رام الله منفذ العملية التي قالت إنها دليل على إفشال كل محاولة إخماد المقاومة في الظفة الغربية أدانت الرئاسة الفلسطينية الجمعة قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستلاء على ثمانية آلاف دون من الأراضي الفلسطينية ضمن مساعيها لمنع إقامة دولة فلسطينية وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين إن توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجي الأمريكي إلى المنطقة يشكل تحديا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهار إدانته للاستطان أبوردين أضف أن قرارات هذه الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين أعاقت قوة الاحتلال الصهيوني وصول مئات المصلين منذ صباح الجمعة إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان وأفدت مصادر إعلامية محلية بأن قوات الاحتلال كثفت بشكل كبير وجودها العسكري في محوط حواجز قلندية شمال القدس والزيتون شرقها وبيت لحم جنوبها وأعادت مئات المصلين ولم تسمح لهم بالدخول بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة فيما نشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصر شرطتها في أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى الذين تفرض عليهما حصارا مشددا منذ قرابة ستة أشهر موسيقى موسيقى قالت وكالة الأنباء الجزائرية أن قرار إعلان الانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في السابع سبتمبر 2024 يعتبر عودة إلى الوضع الطبيعي وجاء في مقال مفصل للوكالة أن دوافع وأسباب الإعلان عن تقديم تاريخ تنظيم الانتخابات الرئاسية راجع إلى عدة عوامل داخلية وخارجية قرار الإعلان عن انتخابات رئاسية الطبيعي الذي أضحى اليوم أمرا حتميا غيرت أحداث ألفين وتسعة عشر والانتخابات الرئاسية المؤجلة من جويليا من نفس العام إلى تلك المنظمة في عجالة في ديسمبر ألفين وتسعة عشر غيرت الرزنامة الانتخابية الجزائرية وأحدثت اضطرابا في التقاليد المعمول بها بسبب الأحداث السياسية الاستثنائية من حيث خطورتها وبالتالي فإن إعلان الرئيس تبون هو الإشارة الرسمية للخروج من الأزمة فالدولة الجزائرية ليست في أزمة ولا في حالة طوارئ بل استعادت استقرارها وتوازن مؤسساتها مع استرجاع مصار صنع القرار لديها بالنظر إلى العقلانية السياسية التي بلغت الجزائر أعلى درجاتها والتي تعد حجر أساس بناء دولة متماسكة أركانها وبالتالي فإن الأجندة الانتخابية قد أعيد لطها بما يتماشى مع هذا المعيار أي المعيار الديمقراطي وهو ما يشكل تقوية للاستقرار الدستوري والمؤسساتي ولإعادة ترتيب البيت من الداخل انتهج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون منذ اعتلائه سدة الحكم سياسة ركيزة متينة ورصينة انطلقت أولا من توقيع رابط معنوي لاسترجاع الثقة الضائعة بين الحاكم والمحكوم ثقة لطالما ركز عليها الرئيس تبون واعتبرها من أولوياتها وبطبيعة الحال بدأت بعض الأصوات المعتادة في تصور سيناريوهات الأكثر سخافة لعدزها عن فك رموز العلبة السوداء الرئاسية فالكلام حر والتكهنات مجانية يضيف مقال وكالة الأنباء الجزائرية إلى أنه إذا كان الأعداء في حالة ارتباك فذلك بسبب علاقة التلاحم بين الرئيس وشعبه فالرئيس لم يكن بحاجة إلى وسيط أو وصي فمنذ بداية عهدته الرئاسية وهو يعتمد لغة الحقيقة والصراحة مع شعبه بدون غموض وبعيدا عن كل الخطابات الرنانة وانطلاقا من الحسابات الجيوسياسية إضافة إلى التحولات الجيوستراتيجية يظهر حساب آخر لقرار الانتخابات المسبقة فقمة الغاز الأخيرة قد أنضجت بالفعل هذه الفكرة خطوة تقول وكالة الأنباء الجزائرية بأن الجزائر ستلعب من خلالها دورا ليس بالهيين سيمكنها من رسم معالمها المستقبلية في مواجهة كل أشكال الكولونيالية الجديدة إن عودة الاستقرار التي كانت الشغل الشاغل للرئيس تبون يجب أن تجد امتدادها في الرسالة التي توجهها الجزائر إلى شركائها وأعدائها التاريخيين فليس هناك هشاشة داخلية ولن يكون هناك أي ضعف أمام الشدائد إن الجزائر مستعدة لكل التحديات التي تهددها وما تقديم الانتخابات الرئاسية إلا عنوانا لهذه الطمأنينة المسترجعة أما المغزى الأخير من تقديم تاريخ الانتخابات حسب وكالة الأنباء الجزائرية فإنه يكمن في الهدوء الذي يميز الرئيس تبون وأنه ليس من الإطناب أبدا القول إن للجزائر رئيسا يكد ولديه مهمة واحدة يؤديها تحت سيادة واحدة ألا وهي سيادة الشعب يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بغالي على رأس وفد عن غرفتي البرلمان في أشغال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها المزمع عقدها في جناف ابتداء من اليوم الجمعة حسب ما أفاد به بيان للمجلس المصدر ذاته أوضح أن هذه الأشغال التي ستتواصل إلى غاية الأربعاء المقبل ستشكل فرصة هامة للوفد البرلماني الجزائري من أجل بحث سبول تعزيز التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي أعلنت السلطات التونسية الجمعة عن إحباط ثمان عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ مئة وخمسة وسبعين مهاجرا من بينهم ثلاثة تونسيين وكانت السلطات التونسية قد أعلنت ألب الأربعاء الماضي أن وحدات الحرس البحري أحبطت أربع عمليات هجرة غير شرعية وأنقذت من الغرق مئة وثمانين مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء وانتشلت جثتين وتشهد سواحل التونسية في سنوات الأشهر والأشهر القليلة الماضية تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعي قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية اللواء عمادة طرابلسي إن الاعتداء على رجال الشرطة أمر غير مبرر وأن وزارة الداخلية هي الجهة المخولة بحفظ الأمن في البلاد وقال طرابلسي في مؤتمر الصحفي عقده ليلة الخميس إلى الجمعة بشأن الأحداث الأخيرة في منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس إنه لم يصدر أي تتعليمات بإطلاق النار بل على العكس طلب انسحاب رجال الشرطة من المعبر للمحافظة على الأرواح والممتلكات على حد وصفه من سنوات أولا ثانيا كل شكر وتقدير إلى أصدقائنا وابنائنا وأخوتنا وزملائنا قالت وزارة الدفاع في النجر أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا وأصابوا 17 آخرين في هجوم على وحدة عسكرية شمال غرب البلاد يوم الأربعاء الماضي وقالت الوزارة في بيان لها أن الهجوم وقع بين بلدتي تيجوي وبانكيلاري مضيفة أن نحو 30 من المهاجمين قتلوا كما أشارت وزارة الدفاع النجرية إلى أن أكثر من 100 مسلحين يستقلون دراجات نارية ومركبات استخدموا عبوات ناسفة بدائية وتفجيرات انتحارية لنصب كمين للوحدة العسكرية أثناء عودتها من عملية بمنطقة تيلا بيري التي تشهد توترا ذكرت وكرة الإعلام الروسية الجمعة نقلا عن خدمات الطوارئ أن حادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية كوركوس سيتي هول بالقرب من موسكو مخلفا سقوطا ما لا يقل عن 40 قتيلا ومئة جريح وبحسب الوكالة فقد فتح ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهاء النار مما أدى إلى سقوط قتلى وجرح وعفدت وكالة التعص للأنباب وقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار مشيرة إلى أنه ما يزال هناك أشخاص عالقون في مبنى المسارح الذي وقع فيه الهجوم المسلح قرب موسكو حضر الكريملين الجمعة الاتحاد الأوروبي من فرض رسوم على الحبوب الروسية واستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن هذه القرارات إذا ما تم تنفيذها فستكون لها عواقب وخيمة على متخذه إن الإدارة القانونية لأي بنك تدرك العواقب الكارثية لمثل هذه الإجراءات لمصادرة الأصول سواء بالنسبة للبنك أو البلاد ككل أو الاقتصاد الأوروبي وإذا تم تنفيذ مثل هذه القرارات فسيكون لذلك عواقب وخيمة للغاية على من اتخذها ونفذها من المؤكد أن المستهلكين في أوروبا سوف يعانون فلدينا العديد من الاتجاهات البديلة للتصدير وبطبيعة الحال ينبغي للخبراء أن يحسبوا التدفقات الكمية إلى أي مدى سيسمحون بتعويض هذه التدابير الباهظة بحكم الأمر الواقع ولكنه مثال آخر واضح على المنافسة غير العادلة هذا واتفق زعماء دول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل على المضي قدما في العمل بشأن الخطة التي قدمتها هذا الأسبوع الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي واقترحت المفوضية تحويل تسعين بالمئة من أرباح الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق يديره الاتحاد الأوروبي يستخدم لتمويل الأسلحة لكييف أما نسبة العشر بالمئة الأخرى فسيتم تخصيصها لمساعدة ميزانية كييف وقدرت المفوضية الأرباح على الأصول الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي بما يتراوح بين مليارين ونصف المليار يورو وثلاثة مليارات يورو سنويا هناك ضغم قوي في الوقت الحالي لاستخدام الأرباح غير المتوقعة أو عائدات الوصول المجمدة لأغراض عسكرية لأوكرانيا وأخبرت الزعماء أننا إذا سرعنا الآن في إتمام الاقتراح فيمكننا توزيع المليار الأول على أوكرانيا في الأول من الجويد القادم بالفعل لذا فالأمر يعتمد علينا إنه في أيدينا إذا تحركنا بسرعة فسيكون هناك إجراء ملموس في الصيف في الرياضة يواجه المنتخب الجزائري بعد قليل من الآن منتخب بوليفيا على ملعب نيلسون منضلة بالجزائر في إطار الدورة الدولية الودية التي تعرف مشاركات منتخبي أندورا وجنوب أفريقيا وسيدشن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مشاركته الرسمية مع المنتخب الجزائري بمناسبة هذا اللقاء حيث يبحث من خلاله عن تحقيق انطلاقة مثالية في بداية مشواره مباراة يسعى من خلالها الخضر لتحقيق الفوز وطي صفحة الإخفاق في الكان عن هذه المباراة معنا مباشرة المفادة الجزائر الدولية ياسين قالم إلى ملعب نيلسون منضلة مرحبا بك ياسين طبعا عهد جديد بمدرب جديد سينطلق اليوم بمواجهة بوليفيا نعم مساء الخير عبدالغافور مساء الخير لكل مشاهدي قناة الجزائر الدولية بعد حوالي ربع ساعة من الآن سيعود المنتخب الجزائري إلى جو المنافسة مثلما قلت عهد جديد بمدرب جديد المدرب البوسني الكرواتي سويسرية اليوم سيدشن مشاركته أو سيدخل رسميا في تدريب المنتخب الجزائري في مواجهة بوليفيا المنتخب الذي احتل الصف الخامسة والثمانين في تصنيف الفيفا مباراة مهمة ومهمة جدا لأشبال الناخب بيتكوفيش خاصة بعد الخروج من الدور الأول من كأسهم من إفريقيا الماضية بكوديبور إذن رهان كل رهان على هذا المدرب وعلى هذه التشكيل التي تضم أرمادة من اللاعبين الجدود اللاعبين المهاريين والذين من شأنهم أن يعيدوا سكة المنتخب الجزائري إلى سكة النازم أشكرك موفد الجزائر الدولية ياسين قلم إلى ملعب نيلسون ماندل عفوا شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل ياسين إلى ذلك حسم التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة مباراة منتخب أندورة أمام جنوب أفريقيا التي جرت أمس الخميس بملعب التاسع عشر ماي بعنب شرقي الجزائر ضمن افتتاح مباراة الدورة الدولية الودية وافتتح اللاعب ريكاردو فرنانديز مجال التهديف لمنتخب أندورة عند الدقيقة الخامسة قبل أن يعدل اللاعب بلياس موكوانا نتيجة عند الدقيقة الخامسة والعشرين لمنتخب جنوب أفريقيا هذا وسيواجه أندورة المنتخب البوليفي في ثالث مباراة مبرمجة خلال هذه الدورة الودية يوم الاثنين المقبل على الملعب ذاته فيما سيواجه منتخب جنوب أفريقيا المنتخب الجزائري في المباراة الرابعة والختامية الثلاثة بملعب نيلسون مونديلا في براقي بالجزائر العاصمة هذه الدورة تعتبر محطة تحضيرية لتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم القادم والتي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل لعبنا مباراة جيدة أمام منتخب قوي تراجعنا بعد تسجيلنا لهدف السبق وتعقدت مأموريتنا أمام منتخب جنوب أفريقيا الذي ظهر بقوة كبيرة في النهاية أخذنا نقطة التعادل وهو أمر جيد بالنسبة لنا كما قلت سابقا المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق لقد توقعنا هذا سيناريو خاصة في هذا النوع من المباريات أهم شيء هو أننا عدنا في الوقت المناسب وحققنا تأهل إلى النهائي أمام منتخب من الصعب أن تلعب أمامه ختام نشرتنا شكرا على طيب المتعرى إلى اللقاء